تابعين حلقتنا مع بيوتي باي ليلة أول شي بدي لك دايم دايم وينعاد عليك بأيام حلوة لأيك كمان وهذا الشي اللي صار اليوم بالستوديو بفتكر لأول مرة منشوف هيك شي إن شاء الله دايما يكون مبارك على الجميع أمين أمين مادم ليلة علينا وعليك اليوم رح نحكي عن مودة الإسمرار صحيح أنا قبل ما أحكي عن مودة الإسمرار فجأني شي أنا وبالطريق كأن الربيع الظهور مفتحة يعني كأنها الشتوية ابتدى فيها الربيع يمكن هالأيام اللي عم نمرق فيها اللي فيها هالأدء الشي حلوة دينية بروحنا وبقلبنا بيّنت بالطبيعة يمكن هالشي بينظر بربيع جديد للبنين بس بفتكر لكل لاحظ أنه الطبيعة مزهرة وهذا الشي حلو كتير وديما مناخد من واحد طبيعة وألوانها واليوم حبيت أحكي عن شي حلو بالمودة لأنه في أشياء بالمودة منحبها في أشياء ما منحبها شي لفتني بالمودة هو عودة الإسمرار وكأنه ممنوع نرجع نسمر بالشمس فينا نستخدم الألوان بشكل حلو وعودة البشرة السمراء الهندية يلي شفنا دا إنديان بيوتي ميس يونيبورس يلي جميلة كتير مميز ببشرتهم الإنديان ليديز فيها شوية صفار لونة منشوف بالأرب ليديز العالم العربي بشرة السيدي السمراء فيها بني أكتر للبشرة يلي فيها أصفر أكتر منروح دايما للون للإشياء الزهرية أما للي بتكون سمراء على السيدي الأوريانتل العربية متما منقول عرب وومن منروح بالإشياء البيتش يعني وما معناتها البيضة لازم نحولها سمراء لازم تضلها البيضة بيضة نضوية ببياضة بجميلة لحتى نحافظ عليها فيه أصص منعتمدها للفتاة يلي بدها تعتمد هالألوان هالأصص متما قلت منروح بإشياء ميلي متما هي الموضة هلأ فيها باستيل فينا نروح على الإشياء الباستيلة حتى ندمج هالألوان حتى على الكاميرا بدي أقول شيء كتير مهم البشرة اللي بتميل بالفونديشن على الإسفرار محبزة أكتر من على بني يلي منشوفه بالتصوير أو بالأشخاص اللي بدون يطلوا بأي مؤيبلي أو بريزنترز الاستخدام البودرة لسحنتها فيها شوية إسفرار حتى الـ under eye area الكونسيلر ما يكون كتير أبيض يكون فيه شوية إسفرار بحلي سوها الموضة هي بتحلي ومش معناتها السيدي يلي نحن منلاحظ بالعالم العربي اسمي رارا منه جمال كتير مميز نحن دايما منحاول بالشمس نوصل لهذا الجمال العربي الحلو يلي هو فيه بني فينا صرنا بالسحنة نحول هالإشياء ولحنشوف هلأ بالصور من خلال Miss Universe من خلال السيدات الـ Indian Ladies الملكات جمال الهند يلي عندهم دايما هاللون السحنة الحلو كتير يلي منستمد منه ألوان لحتى نستفيد من الموضة يلي ميلت لهالألوان منشوف دايما بالإضاءة بتكسر الألوان ما بتعود تعطي حقيقتها ولكن هيدا الجمال المميز بالبشرة عملاحظ هون أكتر الـ Indian Ladies الجمال فيه شوية صفر ويلي بحافظوا عليه ما بيجربوا يغيروا بيجربوا يأول حتى يبين هالكونتراست بين وسع العينين بين بياض السنين وبين لون الشعر يلي عم نلاحظ في عودة للطبيعة عم تلاحظ الشعر طبيعي كأنه معت فيه فرشية كأنه واحد عم بيحط إيده بشعره عودة للـ Rollers مثل ما عم نشوف هون كمان هيدا الـ Oriental يلي منشوف فيه البنة شوي عكس الأصفر اللي عم نشوفه هونيك ولكن فيه جميل وخاص يعني عودة السحنة السمرة نبلش دايما نترك الألوان يلي هي ما بين الفايف وما فوق الـ Bronze Colors إذا كان الـ Bronze المصفر نتركه للبشرة يلي إلنا بدنا نعطيها هالسحنة مع الـ Touch of Pink وهون بدي أقول أنه الجميل اللبناني المميز بـ Miss Universe جورجينا رزق فينا نظلنا محافظين على بياضنا مع الـ Touch البسيطة من الـ Bronze المات يلي قدي مرأة فترة هيدا عودة موضة هالمرحلة هيدا حتى عودة للتسعينات مش بس للسبعينات يلي هي بتفرجي أنه فينا نتنغم مع الموضة بألوان السحنة هون عم نشوف ملكات جميل لبناني وتحية لجمالهم يلي صارنا عم نشوفوا على كل الشاشات بهالجميل المتميز باللون اللي نشوفه هون الميل إلى هاللون السحنة يلي فيه شوية بني يلي بحافظ على هالكونتراست بالألوان يلي منحاول نرسمها برسومات الفنانين لما بدون يعكسوا جميل معين في عودة لأنه نشبع حالنا وكأن الموضة كونتينويتي لشخصيتنا مش بالضروري نحول جمالنا لألوان تانية الميكب هو بيقدر يساعد ولكن حفاظ على التكوين مهم كتير بأنه نغير هالاللوان الخفيفة لما نحنا بحاجة ولكن برجع بقول مش معناتها البيضة لازم نحولها صمرة أبداً الحنطية عندها جميلة الشقرة عندها جميلة ولكن هالكونتراست بيضلوا يساعد ما دامنا إلا نحنا بدأ نشكريك ونتمنى لك نعار حلو ويمكن بعد فيه صور بعد نعلق عليهم خلينا نعلق عليهم هون كيف أنا بستوحي من الموضة وهون عم برايدل داي لاحظ أنه الألوان اللي فيها هالإسفرار الخفيف كيف استمديت من الموضة لحتى أعطي هالألوان بالسحنة لحتى نكون عم نلاحظ أنه بظل في ضوء بالوجه ولكن فينا نلعب بالألوان لحتى تساعد مع تاتش اوف بينك اور بيتش حسب ما يكون في عنا البشرة عم نشوف بصور تانية حتى بنشوف هون أنه البشرة حفظنا على لونة طبيعية وما غيرنا شي لحتى نقول أنه كمان الميك أب حتى إن كان صفت أو كان قوي مش بالضرورة نغير ولكن بالشتوية درجة أغمى كنا هلأ صرنا درجتين أغمى لا يلي بحب يتابع مع جميل الموضة معطياتها الحلمة بهون عم نشوف لما بنستخدم اللون الأصفر شوي يلي هو بيضل بدنا نكون منتبهين أنه تحت العين ما فينا نفتح كتير كما هو أنه ما فينا نغمى كتير بدنا شوي نبعد عن المسلس للسيدة اللي عم نعطيها سمار ناخد التفتيح يكون فوق باتجاه باتجاه التمبلز ما نجرب نعطي المسلس يلي بنعمله لما بيكون عندنا بشرة بيضة أو بشرة عادية بهالتاتش يلي عم نشوفه البيتش يلي حكيت عنه يلي بيساعد أنه نحس حالنا يكي جمالنا طبيعي ما تغير كتير مع الموضة حافظنا على جمالنا مشان يكي بقول عودة للكاركتر عودة للطبيعة لهالمشاوير الحلوية اللي عم تعملوها يلي بدي أقول لكل السيدات أنتوا بهالمشوار يريد تجيبونهم معكم شوية قصعين لحتى يعملوا تهبيلي فيها لو جوهون بالرغم من أنه أنا من الأشخاص يلي بيستميلني آه مانا نشوف بهيدا الصورة كيف عم نشوف الألوان نشوف كيف تتميزج الألوان كأنه البشرة ما تغير عليها شيء لما منكون عم نعرف نعمل بلندنج حلو بالألوان بالديرتي ميكاب يلي هو بيعطي جمالها بدي أنهي بشيء كتير مهم ما معقول هالمشاوير ما نستفيد منها كمان إليه بأشياء جمالية لأنه أكيد قريب فيه لكداون والناس عم تتفرج علي تكون هالثري سبيشل بيبل يلي أعطيته قيمة لطبيعتنا بدنا نستفيد منها وبرجع بإلك ما تنسونا بشوية قصعين دعنا نعمل تهبيلي يلي هي مهمة كتير الخبيزة إذا لقيته خبيزة تنسقطهم بشوية مي صخنة ونحطهم كومبريس على العينين للرجل كما للمرأة والقرص عني يلي هي كتير مهمة لصحة الجسم وفيها مغزيات كتير ضرورية للبشرة وبدأ إنهي بهالعلاق يلي أنتي أكسيدن هالثلاث حبيت السود كل ما يغمقوا كل ما يفيدونا بقى بوصيك شوي أنا رح وصي مارك من جهتين حتى يجمع لنا كل هالأعشاب والفويكة البرية الطيبة وبدأ نعطي المشاهدين موعد بكرة ساعة 10 ونص المساء مع الجزء الثاني من مشوار بالودي وشكله المشوار رح يكفي بقى مشوار الجي نرس عني علي وأنا بدي أقول شي إنه نحن بحاجة دايما نوعي إيماننا بنمرق بظروف بتجربنا الحياة بنفقد شوي ويمكن أنا مرأت بكتير إشي ظروف كانت صعبة ولكن بدي أقول فيه تميز بهالحلقات إنه بخلونا هيك نتمسمر قدام هالشيشة ونحس بإيماننا إنتوا ما عم تعرفوا شو عم تعملوا لأنه عم تحسونا بشي ما بنعرفه عالم ما بنعرفه وفيه سحر بهالأمكنة بهالنيكة عليها إلي خليلي قلبك مادام ليلى إن شاء الله دايما نقدر عبر هالشيشة إنه نقدم كل الأشياء الحلوة عن بلدنا لأنه الجمال هو جمال روح البلد روح البلد شفناه بالمواد المقدس وبي روح البلد الحلوة رح كلنا سوا إيد بإيد ننشل لبنان من العتمة ونروح فيه عن نور واو واو إليا أنا أبدأ لك شي حاجة نقول عن بلدنا فيه أوسخة وفيه زبيلة وفيه شوف هالوادة النظيف بزيادة يكون بس هالشق من لبنان نتفرج عليه ونجرب دايما نقشع هالنص الكباية المليان حتى يرجع هالبلد يفوح بالمحبة والاستقبال الحلو لكل العالم أمين بدنا نمل الكباية على آخر نحن نتابعين إلى آيف خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر